استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفضي الذي نقل تحيات الملك عبدالله الثاني إلى السيسي ورسالة من جلالته تناولت سولة عزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية والتطورات في المنطقة هذا وأكد الطرفين خلال لقائهما على أهمية التنصيق القائم بين البلدين وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين بالتأكيد أنا في تقدير الشخص وأنا كتبت في هذا أكثر من تحليل أن لقوء العراق إلى كل من مصر والأردن في هذه المرحلة قبل عامين تقريبا ولكن في الأولى الأخيرة تكثف هذا اللقوء فضلا عن التناغم مع أطراف عربية كثيرة هو محاولة لأن يستعيد العراق على استقراره الداخلي ثم يستعيد توازنه الإقليمي بعد الإشادة بمشروع التعاون الثلاثي الذي يجمع بين كل من مصر والأردن والعراق تعود من جديد المباحثات عن اتخاذ إجراءات ملموسة تسهم في زيادة أو جهة التنصيق والتعاون المشترك بين الدول الثلاث خاصة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة والروابط الكهربائية والمجتمعات الصناعية كما تم التأكيد على ضرورة دعم جهود الحكومة العراقية لتثبيت الأمن والاتقرار وحماية سيادة العراق وتحقيق مصالح شعبها أنا ألتكر رئيسان أو زعيمان أو أكثر لابد أن الملفات العربية بالكامل والأسر الوضع في سوريا الوضع في لبنان الوضع في اليمن الوضع العام الوضع العربي العام بيكون محل تشاول وتناقش من أجل محاصرة هذا التوطر وتقليل حجم الخسائر التي ستعود أو التي تعود بالتأكيد على البنان العربي كالكل شهد اللقاء بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي مناقشة حول الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وإطلاق عملية إعادة إعمار غزة وأكد الوزيران ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية لتعيش بأمن وسلام واستقرار وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كما استعرض أيضا التطورات المستقدمة للتواصل لحل سياسي للأزمة السورية ليعيد لها أمنها واستقرارها ويحفظ وحدتها كما في ذلك ناقش التطورات في ليبيا والتأكيد على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية منها مريم سعيد اليوم القاهرة ترجمة نانسي قنقر